بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا وشفيعنا يوم الدين سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وأتباعه وأحبابه أجمعين مسألة النقاش والحساب يوم القيامة مسألة دقيقة وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من نوكش الحساب فقد عذب الإنسان لا يقوم بين يد الله عز وجل ويحصي عليه أعماله ويسأله عنها هذا في حد ذاته عذاب إيه والله إنه لعذاب الواحد لما بيعد يتخيل أن كل أعماله كل صغيرة وكبيرة يعرضها عليه ربه الله عز وجل قيوم السماوات والأرض أول ما مر نقابله ونرى وجهه الكريم يعرض علينا هذه الزنوب ويسألنا عنها يعني كيف يكون الإنسان ساعتها حياء وخجلا وصغارا أمام ربه عز وجل لذلك من نعمة الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين يوم القيامة على قسمين أهل النجاة يوم القيامة على قسمين قسم يدخلهم الله عز وجل الجنة بغير حساب إنما هو العرض كما قال صلى الله عليه وسلم يعرضون فلا يفتح ديوان ولا يوضع ميزان ولا ينشر كتاب يعرضون فيزكيهم ربهم ويحل عليهم رضوانه ويأمر بهم إلى الجنة وقسم آخر يطلعون على كتبهم ويقال لهم اقرأوا ما فيها فيرى يرى ما قدمه من الزنوب ومن السيئات كلما قرأ زنبا ملكه اليأس والحزن خجل حتى ينتهي من قراءة كتابه فيوقن أنه هالك لا محالة كيف أنجو وكل هذه الذنوب مدونة أكثرها نسيته أصلا معقولة في حياتي ارتكبت كل هذه الذنوب لكن لأنه من أهل الإيمان ولأن حسناته غالبة ولأن خيره غالب على شره فإن الله عز وجل يقول له سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أولى بسترها ثم يأمر به إلى الجنة لا شك أن الأول القسم الأول أسعد حالا وأنهم الصفوة المباركة المؤمنة من هذه الأمة أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا مناقشة إنما هو العرض ثم جنات الخلود من هم أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ حديثنا اليوم يدلنا على هؤلاء ويرسم لنا الطريق إلى مرتبتهم ومنزلتهم ويبين لنا صفاتهم وخصائصهم حتى ترتقي الهمم وحتى يرجو كل واحد مننا لنفسه الليلة أن يكون من هؤلاء وأن يعمل بعملهم حتى ترتفع الهمم والغايات ونلح على الله عز وجل في السؤال والدعاء أن يجعلنا من هؤلاء أيبنا إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى روضة من رياض سنته الشريفة العاطرة الزاهرة العامرة المباركة وإلى واحد من أجلة أصحابه عليهم الرضوان ينقل إلينا من قبس النبوة ما تطمئن إلي القلوب وتفرح به النفوس وتسعد به قلوب المؤمنين أيبنا نتعلم من هم أولئك الذين يدخلون الجنة يوم القيامة بغير حساب من أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا بغير حساب ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربنا عز وجل رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح رواه الحديث وأب أمامة صدي بن عجلان الباهلي حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد إسلامه يا أبا أمامة إن من عباد الله من يلين له قلبي والمعنى إن قلبي لا نلك وأحبك أول ما رأيتك وكان عند إسلامه شابا دون العشرين وكان سببا في إسلام قومه وهو من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وروا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيون والنبيان يمرون معهم الرهد والنبي يمر ومعه الرجل أو الرجلان والنبي يمر وليس معه أحد في رواية حتى رفع لي سواد عظيم قلت ما هذا أمتي أمتي هذه قيل بل هذا قوم أو هذا موسى وقوم قيل أنظر إلى الأفق إلى الفضاء فإذا سواد يملأ الأفق إذا أمة قادمة تملأ الفضاء أمام عيني تملأ العين فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم انظر هاهنا وهاهنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق قيل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفا بغير حساب ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين لم يذكر لأصحاب من هؤلاء فأفاض القوم جعلوا يقولون من هؤلاء وهذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم يقف عند هذه النقطة ويتركهم ويغيب عنهم قليلا ثم يعود فأخذوا في أطراف الحديث وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أكيد نحن الصحابة أول من أسلم أولى الناس بهذه المنزلة وقال جماعة منهم بل أولادنا هم أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا في الجاهلية لا هيبقى الجيل الثاني الذي لم يدرك الجاهلية وبدأ حياته مسلما فهؤلاء خير مننا لأننا تلبسنا بالشرك قبل الإسلام فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أي مقالتهم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون قال عكاشة بن محصن يا رسول الله أمنهم أنا وفي رواية ندعو الله أن يجعلني منهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم فقام آخر وقال يا رسول الله أمنهم أنا أو ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة رواه البخاري وروا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدري والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة وفي رواية كأشد كوكب دري إضاءة قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباغض لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء لحمها من الحسن الحديث هذه الأحاديث وغيرها من أحاديث الباب تدلنا على أن هناك فئة من أهل الإيمان لهم منزلة خاصة يوم القيامة يدخلون الجنة بغير حساب يدخلون الجنة بغير مناقشة بغير ميزان يدخلون الجنة قبل أن يحاسب الناس الناس جميعا ينتظرون دورهم في الحساب في يوم كان مقدار خمسين ألف سنة ومن اللحظة الأولى بعد وضع الميزان ووضع الصراط وبدء الحساب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من اللحظة الأولى ينادى على رؤوس الأشهاد بأسماء أناس فيعرضون على ربهم وتمضي بهم الملائكة دون أن ينشر ديوان أو ينصب ميزان يعرضون على ربهم ثم إلى الجنة مباشرة سبعون ألفا ثم والسبعون ألفا هؤلاء هم أول زمرة أول زمرات من أمتي كما جاء في الحديث الآخر ثم استزاد النبي صلى الله عليه وسلم ربه قال يا رب قليل سبعون ألفا على أمتي قليل فزاده مع كل ألف سبعين ألفا فاضرب سبعين في سبعين ألف المسألة سعيتها كبرت ودخلت في الملايين طيب كده خلاص لا ومع كل ذلك ثلاث حسايات من حسايات ربنا هذه لا يعلم لها عدد ولا مقدار ولا مدد هذه بركة ورحمة إلهية كل هؤلاء من المسلمين يدخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منهم يا رب وأباءنا أمهاتنا ومشايقنا وأحبابنا وإخواننا وأولادنا وزرياتنا وأزواجنا جعلنا جميعا هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب يا أكرم الأكرمين طيب النبي صلى الله عليه وسلم بيبشرنا هذه البشارات ليه معلومة ثقافية عن الحمد لله عرفنا أن في ناسة تدخل الجنة يوم اليوم بدون حساب طيب بعدين لا النبي صلى الله عليه وسلم يا أحباب بيرفع سأف الطموح عند كل مسلم لا أتصور أن مسلما يسمع هذا الكلام ولا يتمنى ويعمل ولا يتمنى ويسعى لأن الأمنية الوحدة لا تنفع لأن يكون من هؤلاء لذلك سيدنا عكاشة بن محصم إحصن رضي الله عنه أرضاه على طول هذا الكلام لا يجاب عليه إلا بمثل ما فعل عكاشة قال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنت منهم وحال عكاشة كان يؤهله لذلك يعني ليس مجرد الدعاء فقط هو الذي بلغ بعكاشة هذه المنزلة وإنما الدعاء بالإضافة إلى أنه تخلق بأخلاق هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم بعدما طرح عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم المعلومة دون أن يبين لطريقة من طرق تأثير والتدريس والتعليم النبوي الكريم أنه يخلي عقولهم تنشغلوا عدوا يفكروا طب من هؤلاء فتهديهم عقولهم إلى أن أولاؤهم الصحابة بكل تأكيد أول ما خطر لهم نحن السابقون الأولون إلى الإسلام الذين ولد الإسلام بين أظهرهم والذين حملوا رسالته من اللحظة الأولى الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم يعني يا من جئتم بعد أصحاب محمد مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة ما بلغ مدا من تمر تصدق بأحدهم طب ليه أحد ذهبا من المتأخرين لا يساوي مد تمر من السابقين الأولين لأن مد التمر هذا وضع به بناء الإسلام في الأرض بنيت عليه دولة الإسلام وأمة الإسلام وبعدين فيه اعتراض حصل على هذا الرأي قيل كيف نكون نحن هؤلاء وأكثرنا كان مشركا قبل إسلامه أولادنا الذين أولدوا في الإسلام أولى بهذه المكانة وهنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بما قالوه فقال لا هؤلاء ولا أولئك نحن لا نتحدث عن وصف زماني جيل بأكمله منه السبعون ألف وإنما نتحدث عن وصف موضوعي عن صفات من تخلق بها في أي زمان كان وفي أي مكان كان من أي لون من أي جنس بأي لسان في أي زمان يضم إلى هؤلاء السبعين ألف هؤلاء السبعون ألفا ومن وراءهم من زيادات ربنا وفضل خير وبر وإحسانه مع كل ألف سبعون ألفا وسلاس حسيات من حسيات ربنا كلهم يتفقون في الأوصف متفرقون في هذه الأمة من أول بعثته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيام متفرقون في بلدان المسلمين سنرى منهم الأحمر والأبيض والأسود ونرى منهم الأمية والمتعلم ونرى منهم المعروف وغير المعروف أوزاع وأخلاط من الناس جمع بينهم وصف واحد جامع هؤلاء الناس كانت قلوبهم نقية بسيطة طيبة كانوا متوكلين على الله عز وجل لا يحملون للدنيا هما كما قال صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من أمتي أناس أفئدتهم كأفئدة الطير قلوب الطير شديدة النقاء تصبح كل يوم مستبشرة متفائلة رزقها على الله فيطعمها الله فتبيت سعيدة قديرة العين تسبح ربها في صبحها تشقشق تسبيحا وقبل أن تنام تشقشق تسبيحا كأنك تقرأ في شقشقة الطيور صباحا معنى الدعاء كأنها تقول بلغتها اللهم ارزقنا ما يكفينا فإذا رزقت في ذلك اليوم ختمت يومها بالحمد والشكر والسناء ونامت على ذلك أرضى ما تكون لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا جائعة وتعود بطانا شابعة هؤلاء الذين يدخلون الجنة يوم القيامة بغير حساب كل الأوصاف التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون كلها تؤدينا إلى معنى وحيد أصيل كبير أنهم كانوا متوكلين على الله حق التوكل أنهم كانوا لا يتطيرون لأنهم يعلمون أن المقادير بيد الله لا يسترقون برقية محرمة إلا ما دلهم عليه الشرع الشريف لأنهم يعلمون أن الشفاء عند الله وحده لا يكتوون كما كانت تفعل الجاهلية لأنهم يعلمون أن الشفاء ليس في الاكتواء إلا عندما يكون دواء معروفا وإنما الشفاء في يد الرحمن سبحانه وتعالى فقبل أن يذهبوا إلى طلب الدواء يذهبون إلى من بيده الشفاء فيجمعون بين أمرين بين التوكل أصلا أصيلا وركنا ركينا وبين الأخذ بالأسباب المعروفة الذي هو من جملة التوكل على الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله فإن الله ما خلق داءا إلا وجعل له دواءا علمه من علمه وجاهله من جاهل ليس هناك تعارض بين التوكل المذكور في الحديث وبين التداوي المأمور به في الحديث الآخر التوكل عمل القلب والتداوي عمل الجارحة ويأخذ الدواء بفمه ويتوكل على الله بقلبه يسأل الله ما عنده ويثق بما عند الله أكثر من ثقة بما هو في يده السبعون ألفا ومن وراءهم من الذين يدخلون الجنة بغير حسابهم أولئك الذين لا يحملون للدنيا همّا ما داموا يعلمون أن لها ربا إذا نزلت بهم الهموم لم يقولوا يا رب لنا هم كبير بل يقولون يا هم لنا رب كبير لا يحزنون ولا ييأسون ولا يتشاءمون ولا يتسخطون قلوبهم ملؤها الرضا ملؤها اليقين ملؤها التوكل يغض أحدهم كل يوم إلى كسبه كما تغض الطير الرزق على الله والأمل في الله والوجه موجه تلقاء رحمة الله لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها لن يكون في كون الله إلا ما أرده الله إلا ما كتبه الله ما كتبه علينا سيجري علينا لو فر أحدكم من رزقه لطلبه رزقه كما يطلبه أجل وعندهم يقينية كاملة بمسألة الرزق وعندهم يقينية كاملة بمسألة الأجل فوضوا الأمر كله لله وتوكلوا عليه وابتسموا للدنيا كلمات بسيطة وسهلة لكنها في ميدان الواقع التنفيذ صعبة لن ينالها إلا من كتب الله له السعادة الأبدية يا إخوة ألقوا أحمالكم على الله وأحسنوا التوكل على الله واجعلوا رجاءكم في الله فذلك والطريق ذلك والباب ذلك والسبيل لأن نكون بإذن الله وفضل الله من الذين يدخلون الجنة يوم القيامة بغير حساب أول زمرة منهم سبعون ألفا على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم الزمرة الثانية هم ليسوا زمرة واحدة زمر ثم الذين يلونهم الدفعة الثانية مع كل ألف سبعون ألفا الدفعة الثانية وجوههم كأشد كوكب دري إضاءة كأعظم نجوم السماء نورا وضوءا ثم هم درجات بعد ذلك نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء وأن يكتب لنا في هذه الساعة أن نكون من الذين يدخلون الجنة بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب وأن يرزقنا ربنا بفضله ورحمته حسن التوكل عليه وحسن اليقين فيما عنده وحسن الرجاء في وجهه الكريم وأن يرزقنا أفئدة كأفئدة الطير لا تحمل للدنيا هم ما دامت تعلم أن لها ربا ما أعظمها من أحاديث ومن بشارات نبوية كريمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا منها حظا ونصيبا طيب إيه اللي يحصل يعني لما يبقى لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون إيه اللي يحصل يعني ليه القصة دي نتيجاتها يوم القيامة طبعا مع الالتزام بالأحكام الكبرى بالواجبات وترك المحرمات لماذا هذه يجعل الله عز وجل فضلها وجزاءها في الآخرة دخول الجنة بدون حساب لأنه بالتأكيد مدام لها هذا الأجر العظيم في الجنة يبقى لها في الدنيا أثر عظيم تأكد أن كل شيء عظم الله عليه الأجر في الآخرة هو عظيم الأثر في الدنيا تأكد أنها معقد من معاقد الصلاح في حياة الناس في الدنيا فإذا كانت الأخوة الحب في الله ربنا بيدخل عليها الجنة ومنابر من نور عن يمين العرش تأكد أنها باب الإصلاح الأكبر للحياة وإذا كان التوكل على الله توكلا كاملا حق التوكل ربنا عز وجل بيدخل بي الجنة بدون حساب تأكد أن مبنى صلاح العمران البشري والحياة البشرية على هذه الصفة تخيل لو أن المسلمين توكلوا على الله حق توكله هل يكون في مجتمعات المسلمين طمع غش خداع سرقة هل يكون في مجتمعات المسلمين تقاتل تناحر تباغض ولا تختفي كل هذه الأشياء والكل متوكل عن الله عز وجل وضامن الرزقه من الله سبحانه وتعالى لو أننا توكلنا على الله حق توكله لاختفت ثلثة شرور الأرض والحياة على الأقل لذلك جعل الله عز وجل هذا التوكل باب الرضا الأكبر جعل جزاءه دخول الجنة بدون حساب يا إخوة لا تتصاروا على الدنيا لا تتنافسوا فيها كما تنافس فيها من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم تنافسوا على طاعة الله ورضوانه املأوا قلوبكم يقينا حقا ونحن جلسون في هذا المجلس هذه المجالس ما جلسناها للثقافة ولا جلسناها للقصص الحواديث ما جلسناها ونيتنا في ذلك أن نتبع وأن نستمع فنطيع املأوا قلوبكم في هذه الساعة يقينا في الله عز وجل إنس همومك كلها وقل لهذه الأموم فوضت أمرك إلى الله قل لنفسك التي تخوفك من الغد للغد رب كريم سيرزقني كما يرزق سائر عباده وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها فالذي يرزق الدواب والهوام والحشرات ينساك واللي يغفل عنك فوض أمرك إلى الله يا رجل وألقي همومك وألقي أحمالك على الله عز وجل وأملأ قلبك بالمحبة والرضى واليقين حتى تكون يوم القيامة بإذن الله من هؤلاء السبعين ألفا أو ممن وراءهم من الآلاف المؤلفة من المتوكلين على الله عز وجل الذين يدخلون الجنة بغير حساب وصية نبوية عظيمة ودرس نبوي بليغ أسأل الله عز وجل أن يجعل لي ولكم ولي المسلمين في كل مكان حظا من هذا البيان والبلاغ النبوي الكريم وأن يجعلنا وإياكم من الذين يدخلون الجنة بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينظر وجوهنا ويبيض وجوهنا ويسكل موازيننا ويجمعنا بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على حوضه الشريف ويسقينا من يده شربة لا نزمأ بعدها أبدا كما سقانا من أنوار نبوته وهدايته في مثل هذه الأحاديث المباركة في الدنيا أستودعكم الله عز وجل ويصلي ويسلم على حبيبه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة